وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنياتها الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعط وقد وجه رئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل وفي إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي عرض وزير الاتصالات تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية ومأيكانة المستشفيات الجامعية فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر